في إطار زيارته ما لمملكة الوحرين والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني والذي أقيم برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عقد قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين لقاء ثنائيا وخلال اللقاء أعرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين عن تقديره لأخيه قداسة البابا فرانسيس وجهوده من أجل تعزيز قيم السلام والتعايش مؤكدا أن اللقاءات التي تجمعهما سويا تأتي في إطار علاقتهما الأخوية وسعيهما المشترك لإحلال وإرساء قيم السلام والعيش المشترك وقبول الآخر وأشار فضيلته إلى توافق الرؤى بينه وبين قداسة البابا بأهمية التنسيق المشترك بين الجانبين لإنقاذ الإنسانية من ويلات الصراعات والحروب من خلال التركيز على القواسم المشتركة والتصدي لكل الأفكار والممارسات التي تغذي وتنشر الكراهية والتعصب وأضاف فضيلته أن وثيقة الأخوة الإنسانية أصبحت نموذجا ونهجا يمثل أساسا للبناء من أجل السلام والوئام والاحترام المتبادل والتسامح بين الناس من جانبه رحب قداسة البابا فرانسيس بفضيلة الإمام الأكبر معربا عن تقديره لجهود الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في دعم وتشجيع الحوار بين أتباع الأديان ونشر ثقافة الأخوة الإنسانية وتعزيز السلام العالمي وقال قدسته أن علاقتنا مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومجلس حكماء المسلمين تمثل مرحلة مهمة للعلاقات بين الشرق والغرب مؤكدا أهمية تضامن قادة وزعماء الأديان من أجل خير البشرية وأعلاء صوت الدين لخدمة الإنسانية مشددا على أهمية الحوار في إنهاء الحروب والصراعات والحد من انتشار العنصرية والكرهية ترجمة نانسي قنقر